اشتركوا في القناة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مجمع الملك الحسين للأعمال أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في الأردن نهار اليوم صادت أجواء غير مستقرة في المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية حيث تكاثر تدريجيا كميات من الغيوم المتوسطة عملت على طول زخات من الأمطار هذه الغيوم ناتجة حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المملكة تركيزها بشكل أساس سيكون على المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية خلال نهار اليوم وخلال يوم غد بإذن الله المحاول الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول حالة من عدم الاستقرار الجوي وزخات من الأمطار تكون متفرقة الطابع وتراجع في شدة الرياح الشرقية التي شاهدناها خلال ساعات نهار اليوم سؤال أقمى الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشاء لكمية من الغيوم المتوسطة والعالية في المنطقة الجنوبية وشكل أساس عن حالة من عدم الاستقرار الجوي هذه الحالة من عدم استقرار الجوي ناتجة عن تمركز لمنخفض جوي في طبقات الجو العالية فوق الأراضي المصرية لاحظ هنا التثاف الغيوم حول مركز هذا المنخفض الجوي خلال الساعات القادمة أي خلال المساء يوم الثلاثاء وليل الثلاثاء على الأربعاء يتحرك هذا المنخفض الجوي العلوي ليتمركز إلى الجنوب الشرقي من المملكة حيث تشتد حالة عدم استقرار الجوي في المنطقة الجنوبية والشرقية وتمتد بشكل تدريجي نحو المنطقة الوسطى والشمالية الحديث أكثر حول فرص الأمطار في عموم مناطق المملكة من يوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة صباح الثلاثاء تركزت الفعالية الجوية في المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية لكن خلال ساعات الظاهرة والعصر امتدت لأجزاء من المنطقة الوسطى خلال الليل الثلاثاء على الأربعاء تتركز الفعالية الجوية في المنطقة الجنوبية والشرقية لكن اعتبارا من صباح يوم الأربعاء تعود فرص ذخات الأمطار لتشمل المنطقة الوسطى والشمالية مع استمرار تأثيراتها أيضا في المنطقة الجنوبية والشرقية اعتبارا من مساء يوم الأربعاء يبتعد هذا المنخفض الجو العلوي يتمركز فوق شمال المنطقة العربية السعودية وتتراجع تدريجيا حدة هذه الحالة من عدم الاستقرار تتراجع فرص الأمطار مع بقاء الفرصة واردة في أجزاء محدودة ومتفرقة من المنطقة خلال ساعة مساء وليل الأربعاء وليل الأربعاء على الخميس تستقر الأجواء تدريجيا أو نوعا ما يوم الخميس مع بقاء الفرصة مهيئة لوطول بعض زخات الأمطار في المنطقة الشمالية على أن تتجدد هطول زخات الأمطار المتفرقة والمحدودة يوم الجمعة بالنلاف في المنطقة الشمالية والمنطقة الوسطى وإجزاء من المنطقة الجنوبية لكن بشكل عام تبقى الفرصة مهيئة لوطول زخات الأمطار خلال الأيام القادمة حتى نهاية الأسبوع بشدات متفاوتة لكن بشكل عام حالة عدم استقرار الجوية هذه ستكون بعيفة يومي الخميس والجمعة لكن تكون متوسطة الشدة في المنطقة الجنوبية والشرقية يومي الثلاثة والأربعاء نذهب الآن توقعات الجوية للعاصمة عمان في هذه الليلة حيث تكون الأجواء غير مستقرة فرصة لزخات الأمطار 6 درجات مئوية الملموسة أربعة رطوبة مرتفعة والرياح تكون شمالية شرقية معتدلات أسرع نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية الثلاث عيات القادمة يوم الأربعاء 13 إلى 7 يوم الخميس طاق صغير من جزء 13 إلى 6 درجات مئوية أما يوم الجمعة تنخطر للسجل 11 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 7 درجات مئوية إلى هنا تنتهي نشرقنا للقاء